نروح لكريم ندفت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أهلي اللي أبدأ سعادة بالعودة من جديد لصفوف الفريق مشدكدا على أنه سيعمل مع زملائه على حصد الألقاب كلها خلال الموسم الجديد وقال ندفت أي لاعب يخرج معارم من الأهلي بيكون هدفه العودة مجددا إلى بيته والحمد لله أنني ظهرت بمستوى جيد خلال الموسمين الماضيين وأتمنى أن أكون إضافة للفريق وأساعد زملائي على الاستمرار في تحقيق النتائج الجيدة وحصد البطولات في الموسم الجديد الأعارة إلى فيوتشر وأعتقد أنها كانت تجربة إيجابية للغاية حيث سبق لي أن خرقت على سبيل الأعارة في نادي حرس الحدود وولي دجلة ولكني كنت صغير في السن وكان الهدف هو اكتساب الخبرات في الدولة الممتاز بينما الأعارة التالية كانت بعد تعرضي للإصابة لفترة طويلة وحاجتي للعب بعيدا عن الدخول ووصل الأهل بيتي وكان هناك رغبة في عودتي الموسم الماضي ولكن لم يتم التواصل لإغلاق أو الاتفاق مع إدارة نادي فيوتشر على قطع الأعارة وهو ما حال دونه عودته للموسم الماضي وأضاف مرسل كولر طلب الجلوس معي وأبلغني أنه يدرس عودتي للفريق وعندما تم اتخاذ القرار الرسمي تم إبلاغي بالتواجد مع الفريق في الموسم الجديد حقيقة ندفد ما كانش محظوظ في معاد إصابته تحديدا كان ناشئ واعج جدا وكل الناس كانت متنبئة له أنه موهبة ليها دور كبير جدا في النادي الأهلي لكن ما كانش محظوظ في الإصابة لكنه الحقيقة العيب على مستوى عالي جدا أثبت نفسه في الأعارة سواء في فيوتشر أو في الأعارات اللي قبل كده كان في ودي دجلة كمان عمل الأعارة كويسة قوي لكن حظه في الإصابة ما كانش أحسن حاجة نتمنى له التوفيق نتمنى له التوفيق في نتمنى له التوفيق إن شاء الله في الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر